بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي في كتابه الشمائد المحمدية قال رحمه الله باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك وعن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك وعن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفتيه فنفت فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخا وكان إذا نام نفخا فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل الطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفته باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعب قال صلى الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيلة حتى تورما هنا حتى ترم قدماه أنا مالي سلمة نعم شيخ من أيها صلى رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاء كأن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وتر فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة وعن ابن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذنه يمنى ففت لها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أوتر ثم اتجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين الصوت نعم أخسن غالب الصوت عاضح الصوت واضح كدما واضح فقام فصلى ركعتين خفيفتين نعم شيخ ناطس معني استمر 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 الله فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث ثلاث عشرة ركعة وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثمتي عشرة ركعة وعن أبي غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسد عتبته أو فاستاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوترف ذلك ثلاث عشرة ركعة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منهما بواحدة فإذا فرغ منها اتجع على شقه الأيمن وعن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات وحدثنا محمود بن غيلام قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه وعن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عباس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر نعم شيخ نعم الصوت واضح قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة الذي شكاء في المائدة والأنعام وعن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة وعن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وعن عبد الله بن شقيق قالت سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وعن قال أخبرنا عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وعن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وعن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطرع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين وعن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغدا ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر تنتين وعن أبي اسحاق قال سمعت عاصم بن الضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين وصلى الله عليه محمد وصحبه وسلم واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين هذا القراءة في الشمائل باب مجاه في نوم رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يستفاد من هذا أيها الكرام الحضلى وهو سنة أن ينام الإنسان على طهارة وأن ينفض مكان نومه وأن ينام على شقه وأن ينام على شقه الأيمن وأن يضع كفه أدبار الصلوات وتقال عند أخذ الرجل أتي ذكر رب قني عذابك يوم تبعث عبادك يقولها عند النوم ويقولها أيضا أدبار في رواية رب قني عذابك يوم تجمع بعدك أيضا من الأدعي عند يوم بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ يمسح وجهه بيده اليمنى ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه وإليه النشور وأيضا من الأذكار إذا أتنف حكايا وأن تنفس فيهما هكذا طاوح ثم الفلق ثم الناس ثم تمسح جسدك بها تكرر ذلك ثلاثا تكرر ذلك ثلاثا وأيضا من الأذكار التي من قالها عند النوم فقد حمد الله بجميع محامل الله الذي كفاني وأواني الحمد لله الذي أطعم الحمد لله الذي من علي فأفضل آذت من دعا به فقد دعا الله بجميع محامل خلقه يعني شكمت يار عدد سكان العالم تقول هذا الدعاء كأنك حمدت الله بعدد محامل كلهم وأيضا هناك فائدة إذا أراد أن ينام ويعرز يعني ينام ويستريح يضع كف تحت خده وأن لا يستغلق فيها ينصب زراعه ويضع رأسه عليه هكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام سوكة النبي عليه الصلاة والسلام منها يابي 11 ركعة و13 ركعة يبدأ بركعتين خفيفتين السمه يطول عليه الصلاة والسلام وأبي وأمي يقرأ في ركعة الواحدة بخمسة إجزاء وأيضا يحافظ الإنسان في يوم على أربعين ركعة سبعة عشرة ركعة ثمت عشرة ركعة رواتب أحد ركعة قيام الليل أو ثلاثة عشرة ركعة وكان النبي ينوم الليل يقوم آخره عليه الصلاة والسلام هذا أفضل القيام من نبي الله نبي ذاود وكان عليه الصلاة والسلام يا أبي يام عن ورده بالله فضاد وشاد ركعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان يقول في ركوعه سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول في بين السيدتين رب اغفر رب اغفر لي وفي رب اغفر لي وارحمني وعافيني واجبطي في السجود سبحانه الأعلى وفي الركوع سبحانه ربي العظيم صلى الله وعلى يقول يقول اللهم حدتين قدمه شريفتان علي أفضل الصلاة وأكد تسليمها والله أعلم وصلى الله عنه محمد وآله وصحبه وسلم أخير دعوانا بالعالم سبحانه وثب إذا كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضعه وخرجه إلى الصلاة أيوة ما هذا ألم بأهله يعني 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 يكفي الوضوء يعني بدل الغسل لا لا هنا لا في شيء هنا لا هنا لما قال ألم بحاجة أهله دلال أنه يباشر وأهله لكن ما في جماع وضحت لا يش شيخ ما وضحت يعني ليس معناه النبي هنا أنه يخرج إنه قال فإن كان جنبا يغتسل ماه جنب يتوضى ماه جنب أنه يتوضى واضح التكلمة ولا حد شيء أيوة يعني ليس معناه أنه ألم بأهله في كل حال أنه جامع أهله ليس المقصود بذلك ليس المقصود بذلك يعني مراتي يلم بأهله توقف مجرد نوم بدون جماع فإن ألم بأهله وكان فيه ولذلك نقصد كل جماع إلمام بأهله وإن كل إلمام بأهله جماع إذا حصل ألم بأهله وكان فيه جماع اغتست إذا حصل ألم بأهله ولم يكن هناك جماع مجرد مباشرة عادي أو نوم عادي إنه يقوم يتوب ويذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام وهذا فيه دلال أن الغسل إنما يكون من الجماع يكون من الجماع وضحته لفيه استفسار وضح الله سليم أزاكم الله خير بارك الله فيكم